أنا أريد أن أتشارك معك بالحديث فهمت ما قلته ضمن أنك لا تتفق مع بعض مقدمية البرامج أعتقد أنت كنت تنوه على مقدمتي التي أنا أشكلت فيها على قوى المعارضة بالاعتماد على الخارجي مقابل إسقاط نظام بالاحتلال هذا العراقيين عليهم حتم بس أعذرني للقطع بس دقيقة واحدة إذا تسمح لي بالعاكز أنا مقدمتك أعجبتني وحتى أردت أن أقول أنه لا يحتاج لمقابلتي لأن مقدمتك كانت جميلة جداً وصراحة بدون مجاملة ولكن فقط أتصور جملة وحيدة أنه مسألة أنه منه محتل ومنه منقذ يعني هذا فقط ممكن هاي الجملة اللي شوية أنا ممكن ولذلك أنا راح أصيغ سؤال أنتم الآن تتحدون الموت وبطش القوى النافذة بالسلطة لأنكم معارضين تريدون أن تخلقوا مشهداً سياسياً يعيش بها به كل العراقين بهوية عراقية وطنية الآن هل تذهبون إلى الأجنب بالتغيير أم تعتمدون على أدواتكم الداخلية لإحداث هذا التغيير حتى تكون أو تلدون مثل ما أنتم من رحمي هذه المعاناة أنا أعرف أنت الله مفضل عليك وعندك فلوس وعندك شركات لكنه تحولت معارض لأنه قدمت هويتك الوطنية على فلوسك تقبل يجيك إيراني أو تركي أو أمريكي يقول لك تعال أنا أغير لك ومقابل أسلمك السلطة هل تقبل بهذا سيش أسوار؟ صح أي صح نعم خلي أجابك أول شيء إذا أي حركة سياسية ما يعتمد على شعبها وما يستند ولا يستند بشعبها فهو حركة فاشلة وليس لديها مستقبل في ذلك البلد هذا نحن وأنا متأكدين ولكن هناك السؤال الأخرى طبعا قبل ما أسألك السؤال آني الله يخليك الله يخليك قبل ما أسألك السؤال هناك فرق بين بعض الدول الجوار الذي ممكن لديها طموح أخرى ومع بعض الدول البعيدة الذي هو ممكن لديها طموح أخرى بوسيلة أو بأخرى بس لا خلي أنا أسأل سؤال بالرأيك يعني الشعب الألماني ورى الحرب العالمية الثانية أي يعني استندوا بالأمريكان وبالغرب يعني شنوه شنوه خسروا بس المهم لديك رؤية للبعض السنوات المعينة ويكون لديك علاقة جيدة وعلى احترام مثلا اليابانيين بعد حرب العالمية الثانية شنو يعني استفادوا من دعم الغربي أنا لا أقول أنك تكون عامل للدولة الأخرى لا بس هناك شركات هناك مصالح اقتصادية يعني شن هو الفرق إذا يأتينا الشركة إيرانية والسعودية والصينية والروسية وأمريكية وبريطانية كلهم يعني حسب الموجودات الاقتصادية وحسب الإجراءات القانونية ويكون لديهم مثلا مصالح في العراق ويبنون العراق هذا هو اللي أنا أريدها فإذا مثلا أنت تشوف كل واحد يمد يد العون إليك ولو هو عند مصالح الاقتصادية فبلدك يضر فبعدا إحنا إمكانياتنا الآن ليس ممكن بهذه الإمكانيات التي إن شاء الله سوف يكون لدينا بعد مائة السنة في الوقت اللي حاضر أنا كشاسوار عبدالواحد أصور أنه أي مساعدة أجنبية سواء كان من أي دول فهذا لازم أن يحترمه ولكن بشرط أن لا تكون عميلا لها وأن لا تبيع مصالح بلدك وقومك ووطنك اشتركوا في القناة